أهلاً بحضراتكم من جديد في الحقيقة يعني عايز أتكلم شوي عن مبارات الأهلي وفيوتشر مبارح متعادل إيجابي واحد واحد وأنا يعني بحب دايماً أكون واضح وصريح يعني مش عشان إحنا في قناة الأهلي نقول لا معلش إحنا مش موفقين أصل الأهلي معلش ضايع فرص كتير وكلام لا الكلام ده ما يأكلش عايش يعني في الحقيقة رغم أن إحنا لازم نكون عاملين حساب كويس قوي للرصيد الكبير جداً جداً اللي الجهاز الفني ده واللعيبة دي عاملين وإحنا عندنا في النادي الأهلي دايماً بيبقى حاجة غريبة لما امتعادل أو نخسر رغم أن ده قمر وارد في كرة القدم يعني هي دي كورة عمرك ما هتكسب كل المطشاط وعمرك ما هتعمل أداء كويس كل المطشاط وكلام من ده ما فيش كده يعني ما فيش كلام ده مش هيحصل لو إحنا فاكرين إن ده هيحصل فإحنا نبقى غلطانين يعني لكن في نقاط مهمة لازم نتكلم عنها أول حاجة أنت تلادي تلمطش بشكل ممتاز ودي لعطات زي ما حددتكم شايفينها من المباراة دي ابتدت المطش بشكل ممتاز بجن كويس قوي قوي مهارة وقوة بدنية من أحمد عبدالقادر بيعدي من ثلاث لعيبة بيديها الشريف مكانه المعتاد بيخلص على طول جب جن حلوة بيديها الثانية أو الثالثة يعني كان من المفترض وكان مهمة قوي أن نحن نستغل للبداية دي بأنك تغطي على طول الجن بجن تاني في الشوت الأول مقولكش بعد الهدف على طول يعني بيحس أن أنت تبقى مستريح ويبقى عندك الأفضلية وعندك ما يبقاش فيه ضغط كبير جدا من نسبة لك في باية أحداث المباراة وكلام كده وفي الحقيقة ممتش كان في إيدينا ممتش سهل قوي يعني إحنا اللي صعبناه على نفسنا بشكل أو بآخر يعني ودايما إحنا أنا مبارا حتى كتبت عندي على تويتر أن متخوف شوية من أي مباراة بعد بطولة بفرحة كبيرة بيبقى في حالة ناشة وحالة فرحة وكلام من ومفروض ده ما يبقاش عندنا في النادي الأهلي بصراحة يعني مش إحنا اللي نبقى كإحنا ناس متعودين على البطولات الأهلي متعود دايما على البطولات مش حاجة جديدة علينا يعني فبالتالي لما تخلص بطولة لازم تيجي تلعب المطش اللي بعديه تكسب بالتحديد المطش اللي بعديه عشان مش الأهلي هو اللي يعطل في مطش بعد بطولة والأسف ذكر بعد العشرة تعديلنا لما أتذكر مع البنك الأهلي بعد ما خدنا دورة أبطال أفريقيا العشرة لما رجعنا أعتقد من كاس العالم الأندية وخدنا برونزيا خسرنا من سيمبا في دورة أبطال أفريقيا في دور المجموعات فمش إحنا لازم نتدرك الأمور اللي زي دي